بجد تحيلك من جديد طبعاً كابتن أيمن شوئي كابتنة الكبار كل جمهورة لندي الآلي مباراة غاية في الصعوبة مباراة فيها امور فنية كثيرة جداً طبعاً نتكلم فيها طبعاً مع الكابتن ريتا شوحاجة طبعاً أحد بناء النادي الآلي وأيضاً مدير الفني للنادي اللي جونة طبعاً هأولك النهاردة مولوك طبعاً على التعادل مع النادي الآلي انت عارف طبعاً بقيمة النادي الآلي الكبيرة مباراة بيكون صعبة تحضيرك لها كيك كان جيد ووضح النهاردة الجيم شفتوا إزاي تعليماتك كتئلة اللعبة حطرها في الأجواء كده كتبت يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب بالكباتن في الستوديو الأول طبعا أنت بتلعب نادي الأهل تبقى في تحضرات من وقت ولازم تبقى عمل حسابك لأن كل اللعب في نادي الأهل يقمت وكل اللعب عنده حل فردي غير اللعب الجماعي فأنت لازم تبقى مذاكر الكلام ده كويس وإحنا حاولنا نشتغل على الشرط الأولين إحنا نقفل على قد نادي الأهل على قد ما نقدر ما يبقاش فيه اختراقات أو اللعب الطويل أو الحاجات اللي هي البينيات وقفلنا حاولنا نقفل الشرط الأول للآخر ولكن لما بدأ يجي هدف لازم حساباتك بتتغير يعني بمعنى صح ما عندكش حاجة تبكى عليها يعني واحد صفر خلاص خسران ثلاث نقط فلازم تبدأ تغير في شكلك لازم يبقى عندك كسافة هجومية تقدر يبقى ليك خطورة تقدر تاخد فاول زي اللي جوون الحاجات انت تشتغل عليها والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نتعادل مع نادي أهل طبعا نادي الأهل نادي كبير نادي الحلول الفردية في النادي الأهلي كتير جدا وانت انت كان مدرب عايز تقفل كل الحلول دي فالأمور بتبقى صعبة ولكن في الآخر اشتغلنا على ده واللعبة في الشرط التاني كنا أفضل احنا كنا أقل شوية في الشرط الأولين ولكن ده من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها احنا قفلين اللعبة عشان نقدر ناخد نادي الأهل الشرط التاني وبعد كده نقدر نخطف هدف او نقدر نشتغل بشكل مختلف فالحمد لله السيناريهات كلها خدمتنا وقدرنا نتعادل مع نادي الأهل في وقت قاتل يعني في السواني الأخيرة والدائية الأخيرة فأنا شايف ان اللقاء كله الحمد لله في المجمل عملنا لقاء كويس وطبعا نادي الأهل برضو عمل لقاء كويس عندنا حظ كمان ان احنا فيه كرة في العرضة للنادي الأهلي الحمد لله يعني ما جاتش فالحمد لله على النقطة وبنبنى عليها الفتر اللي جاي ان شاء الله النادي الأهلي كابتل رضا عنده ضغط كبير جدا للفتر اللي فات ولسه كمان بعد وجود الجدول العام عنده ضغط كبير جدا نقدر نقول مع التحضير الفني ان كنت مركز مع العيبة ان النادي الأهلي موجد فممكن نشتغل على المساحات ممكن نقفل الحاجات دي ولا الامور دي كانت بعيدة عن تفكير كابتل رضا لا يمكن تبقى بعيدة اكيد اكيد لازم تحتفع حساباتك انت لازم تبقى اري كل حاجة وانت لو مش اري كل التفاصيل دي وانا ليه بقولك ان احنا عايزين نروح للشوت التاني انا بروح للشوت التاني عشان عارف ان العامل اللي بدأنا اكيد هاي يمكن احنا برضو عندنا العيبة مش في مستواها او مش في حالتها لو كانت في حالتك ان الوضع تغير في الشوت التاني ولكن اكيد درسنا كل ده واكيد عاملين ده في حساباتنا ده طبيعي طبيعي خلى بالك مع نادي الاهلي او مع اي فرقة انت تبقى تلعيبها لو عندي فرقة هلعيبها ضغط المباريات بتعمل معها بهذا الاساس برضو ان انا حاول ادوس عشان اقدر اخد اللقاء زمان عايز ولكن النادي اله دايما بيبقى لحسابات تانية مهما كان فعز ما النادي الاهلي بقول عنده ضغط المباريات والعامل اللي بدني مش اعلى حاجة ولكن عنده حلول فردية فانت لازم تبقى برضو واخد احتياطاتك انت دايما مقفل لعب بتدلوش مساحات ان هو يختارق او سروهات او حاجات طويلة وده غريبا النهاردة ما كانش موجود يمكن كرة الجل بس حتى من مسافة بعيدة لو لعيب طلع خطوتين خلاص والموضوع قفل ولكن قدرنا نقفل المفاتيح بتاعت النادي الاهلي فالخطورة قلت بشكل كبير فالحمد لله ان احنا اتعدلنا واخدنا النقطة شكرا ربنا يخليك شكرا بنشكر اكيد طبعا كابتن ريدا شحيط طبعا المدير الفني لفريق نادي الجون نقطة اكيد مهمة جدا هيساعد فريق الجون خلال مرحلة القادمة وايضا كمان يكون لها حسابات بقى مع نادي الاهلي لفترة القادمة لان اللاجئات كبير جدا كابتن ايمان وده واضح بشكل كبير جاده للدوري كل ده تأثير كبير على نادي الاهلي لكن خلاص قدرنا كده ان احنا نتعامل مع كل المباراة القادمة مع التحديات الكبيرة ان شاء الله القادمة يكون افضل نادي الاهلي صفحة وتتقفل ويبدأ نادي الاهلي فكر ان شاء الله في القادمة يعني حتى هذه اللحظة يمكن دي كانت الأجواء لكن ان شاء الله بإذن الله في انتظار بقى اللعبية على نادي الاهلي وزيميل ايضا فاروق صلاح في لقاءات مع لعبية نادي الاهلي عقب التعادل بنتيجة واحد واحد عود اليك كابتن ايمان الجديد شكرا